اكد سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن شعار فيكتوريوس البحرين أصبح علامة فارقة في الدوري الفرنسي لدرجة الثانية لكرة القدم عبر فريق باريس افسي الذي يقدم النتائج الإيجابية المشجعة على مواصلة دعمه لتحقيق الأهداف وعرب سموه عن بلغ سعادته بفوز باريس افسي بشعار فيكتوريوس البحرين على فريق دانكيرك بهدف النظيف الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وتقدم خطوة إلى الأمام نحو تحقيق الهدف المنشود وأوضح سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفان الروح العالية التي يمتاز بها فريق باريس افسي تساهم في تحقيق النتائج الإيجابية حيث تمكن من الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة وهو ما يؤكد حرص اللاعبين على القتال حتى صفرة النهاية مبينا سموه أن الفوز سيكون حافزا كبيرا للفريق في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الجولات القادمة أتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للفريق بشعار فيكتوريوس البحرين في مباراته المهمة القادمة التي ستجمعه مع فريق أوكسير في الأسبوع التاسع والعشرين مبنيا سموه ثقته بقدرات الفريق في تحقيق النتيجة الإيجابية هذا وتمكن باريس افسي من الفوز على دانكيرك بهدف النظيف في الأسبوع الثامن والعشرين عن طريق اللاعب علي عبدي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع من أشوط الثاني ليرفع الفريق رصيده إلى 47 نقطة